موسيقى في حياتي ما شفت زي هيك رميف للسترس اللي صار موسيقى اتأخذ الجندي ربطوه ايدي ودفنوه هو عايش موسيقى موسيقى اتنفس موسيقى سوعت نفس المصاصة وبعدين ما اضربته موسيقى 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 الحدث الوحيد اللي عشته بمنطقة كان هو أكبر حدث بالنسبة لي بكل الأحداث يعني بكل هالفترة وفات سبعة من العيلة لما كنت في سوريا كنت عم بدرس وكان حلم أن يصير طبيب أسنان لكن بعد أن أطلع الأزمة في سوريا وما حدث في بلدي فأطلعت أن أطلعت فلما أطلعت ما كانش عندي أي شيء كل شي ضاع نحن نعم على برد أبس أولاً، 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 ما أكبر أولاً، تجربة رضيطة رزيطة ومثلات رضيطة ومثلات رضيطة مباشرة أولاً، تجربة رضيطة أثناء الدرسات عندما ن棒 ظهر ons nuts what we have seen, what we have experienced sometimes the cognitive approaches are not sufficient they're also not always culturally appropriate so in order to break the cycle of violence we actually need to make sure that we provide people with tools and techniques to heal, you know, these experiences لما عملنا حركة التنفس فكنت كتير مرتاحة وراحة نفسية من جوة ومن بره يعني حشيت حالي الطيارة مثلا من المرحلة شوي مولني فرحاني كتير بس صرت فرحاني بس الحركات تاية كانت غريبة شوي بس إلها مفعول قوي وحسيت هدوء في العقل وصار في تركيز كويس عني وشعور صراحة لا يوصف مقدر شو يوصفه بس على ثلاث يام هني لحظة الصمت كي تعمل العشرين سنة اللي كنت حيشتان بس عن جاد كنت كتير مرتاحة بابا توفى على الساعة خمسة الصباح تقريبا يعني صلو البابا توفى صلو ١٨ سنة ما بقدر فيه على وقت الصباح على الخمسة وزفقت بها دا الوقت كتير برتعب وهلأ من سات شهور راح خفت كتير عندما يكون الناس مختصرين يكون الناس مختصرين بالتأكيد ليس مختصرين من أشخاص العمليات ويكون مختصرين بشكل مختصرين لتقهد الأشخاص في الحياة كل شي حلو كل شي جديد عنجد تشجعت أكتر من أي وقت وعنجد حساتها أول مرة في حيتي عندي رغبة أن تغير عنجد اكتشفت حالي بطريقة أنا مش هالإنسان السيء اللي أنا كتفكر فيه أنا صراحة من نوع العصبي وكنتش تحكم في حالي فصارت كمان هيك سلافة بسيطة بيني وصحابي تحت فاستخدمت فيها سلوب زرافي فما كنت مستخدم لغة ابنهاوة لان إذا بتشتخدمها راح أصير زلاء راح أزعلن أصحابي صورت تخففهم فيها صورت تستوع بالناس ما عنده غري أحكم فيهم زي ما أكونش في الكرة كنت أنا صراحة أكلمة تأثر فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبت انا لما رسمت الرسمة كتبت كلمة مخيمات لاعب كرة القدم المشهور علي الغنوم يزور مخيمات اللاتين لدعمهم وحابة انا انصحهم واشرح لهم حالتي بشان ما حديث لان فيه كمان حلات اكتر مني بعد عملوا هيك من اول ما خلقت وانا عم مدور على هيدا السؤال وهلا تقريبا من ورا هيدا الدورة عرفت شو جوابه انو انا لاش موجودة هالحياة تخيل انت عم تعرض قصة حقيقية قدام هالعين من الناس اللي انت بدك اياهم نحنا بدنا اياهم يشوفوا شو ابعاد الشغلة وكل امتوا لالباية ما بتصير تنتين متل ما هيك بالمسرحية بس نحنا عطينا فرصة لانو كلها كل البنت تحكي للي جواتها متل كأنو نحنا كنا لسان لكل بنت ما قادرة تحكي ما قادرة تعبئ كل اول سنة مع بداية الدراسة بكون زالة المشاعة جواب قلبي حابس في شي خانيني حاسس عبدو مع الناس تلميزة قدم ومارحة سيطر شي عبلاحس في هيئة المطاف الفرع لنا طاف في العمر عالحديدي طبيعي الخطر يطال جيلي مع اجيال جديدة بمركز تحفظ لعلمي وشهود توفير بنا بروسة اهديمام سيئسيت مع عهد امان المدرسة يعني ما عارف جبارة المدرسة حياة للحياة متل بدأ منو امان تأثروا باب اسود مستقبلوا صراب صار الوطن حد الحد حد الحد من الخراف توضعون العلم يخدم واجهوها الانحراب واجهو تأثروا تماييخوا كل شي بالإنجيراف يا أهلي أنا عم جرب ابني حلمي دمار اللي كانوا قبل من يالي صار بعلمي كالأول سنة مع بداية الدراسة بصير فرحان ما شعر شواب قلبي حابس بس في شي محمصني حاسس في الناس في الناس في الوقت واجهونا أيضا نريد أن نضغط واجهونا أيضا نريد أن نضغط من المجموعة الوطن حد الحد واجهونا أيضا نريد أن نضغط هذه التكنيقات في أسلحاتهم وواجهونا كان في شي مغير ما بيشبه أي شي أنا عملته حلتني هلأ أرجع بدي بلش أنا حياتي جديدي وكاني هلأ أولادت من جديد أنا بصراحة بدعم هذا الترينينج بدعم هاي الأمور من ناحية إنه نحنا كمان كستاف نقدر نساعد ونعكس هاي الطاقة الإيجابية رح نطلعها إن شاء الله لتطوير هذا الشباب والمخيم الموجودين بالمخيم الزاعة إن شاء الله السعادة اليوم بداية اليوم الأول بالدوام بعد التدريب كانت واضحة على الجميع وفي نوع من الانتعاش وسعة الصدر أكثر هاي بتعطيك قدرة للتحمل أكثر للمعلمة إنها تتحمل ضغط حتى الطلاب مع ذو خطاطها هي النفسية اللي بتكون موجودة داخلها فبتكون عندها طاقة أكبر طاقة للعطاء طاقة للاستيعاب الطلبة استيعاب مشاعرهم استيعاب الصعوبات اللي بتواجه كمان الطلاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله بحب إنه كن ما عملتوا دورا كن موجودين قديش يعني إحنا في العلاج النفسي يجول إذا ما نشتغل مع الشخص أو حتى لو كان يكون علاج جماعي بياخد وقت لنوصل للي وصلوا هذا الشخص اللي شارك بأمشطتنا وبتقنياتنا وأشتركوا في القناة وعندما يمكننا التروحين صحيح الأكبر كامل بالنسبة لتعطي من أجل تجربة في غير وفرد موسيقى ورجعنا كملنا وصورت أعطي أنا صورت مدرب عم بعطي اس أر أر في مخيم يزدعت لي لما دخلنا عليهم عطيناهم وقت ايام وروحنا هنا بعد اسبوع رجعت على مدرسة في السر رحت على مدرسة فحكت لي كيف صار مستوى الطلاب يعني صار فيه إقبال دراسي فحكت لي يعني فيه بعض الطالبات ارتفعت معدلاتهم يعني صار يدرسوا اللي ما كانت استدرس صار تدرس بس تشوفوا بالطريق ماشى تشوف طفل كنت مدربوا ويركد ويسلم عليك أو يضمك تقول أنه أنا هلقد قدرت أسر بطفل بساعة وبنهار شفتوا تشوف شعور حلو بحس أنه أنا هلقد شخص منتج بالمجتمع هلقد أنا عم بقدر أعمل بصمة وعن جد بكون طايرة من الفرح نلازم واحد يحب بعض نلازم باحدة ما يكون في تماليوز والعصرية كانت أول مرة بقتل شوفوا حياة صحة حيانا نظر فيه أنا نفس الضغط من العالمي نحبها بس عادي ما في شي بوقفني أبدا أبدا واللي ما رأت فيه ما شو يوقفني أبدا هلأ زاد هالشي عنده والقوة الجسدية والنفسية إنه لو كل حدا فينا بيقدر يساعد شخص تاني بس يعني شخص يساعد شخص تاني إنه ما كان فيها الأد ما كان فيها الأد ظلم يعني بحس إنه إنه هيدا الحلم بدي حققه هلأ السلام هو إشي كبير أصلا السلام بس ممكن نعبر عنه بعشاة بسيطة المحبة ممكن بضحكة بضحكة لإنسان الثاني يشوف يعني يتعامل معك براحة طمأنينة حب هو معنى كبير وإله وكتير عوامل وكتير أشياء يعني بس عادي هو بنفس الوقت بسيط مش إشي صعب اشتركوا في القناة